ابداعك هو هويتك التي اكتسبتها بعملك لا بمولدك واحدة من المقولات المأثورة للباحث الفيلسوف محمد أركون أركون فيلسوف عربي حداثي ولد في الجزائر ودفن بالمغرب اليوم خزانته الخاصة تحط الرحال بالمكتب الوطنية بموجب اتفاقية هبة لتمكن الباحثين من موسوعة كبيرة من الكتب المميزة أركون هو أستاذي ومعلمي في السوربون تخرجت على يدي الدكتوراه عام 1980 في السوربون كان هو الأستاذ المشرف ومحمد أركون بالنسبة لي هو أكبر مفكر في الإسلام المعاصر يعني من هذا الحجم من هذا الطراز نادر نادر في كل قرن أو قرنين يظهر شخص في هذا المستوى مرحوم عاوني كثير بالأفكار ذي له وبالفكر يعني بصفة عما كنت بعض اللقاءات عنده في المنزيل يعني كانت يساعدنا باش نفكره باش يعني أولا نكون حد العلاقة يعني نقدية وعلمية مع السورات الإسلامي وكذلك تفكير في يعني العلاقة اللي ممكن تكون بين يعني العصر والإسلام والسورات محمد أركون آمن بما وراء الحداثة وألف عديد الكتب في هذا الصدد أبرزها الفكر العربي الإسلام بين الأمث والغد والتحالة التأصيل إضافة إلى العديد من المقالات والدراسات اليوم كل هذه الإصدارات تتواجد بالمكتبة الوطنية للمملكة هذه المكتبة التي تضم أزيد من خمسة آلاف كتاب ومجموعة من الوثائق الأدبية لأن المكتبة تحتضن ليس فقط الكتب والمخطوطات والجرائد وما إلى ذلك بل أيضا الأرشيف الأدبي وأركز على الأدبي الذي يتوافر أو تتوافر عليه هذه المكتبات في هذا السياق وفي إطار الاهتمام بالبعد الإنساني احتضرت هذه المكتبة الوطنية هذه المكتبة نظرا لغيناها نظرا لتنوعها ونظرا للمواضيع التي كتب فيها المرحوم محمد أركون حصل الراحل على عدد من الأوثمة والجوائز أبرزها جائزة بن رشد للفكر الحر سنة 2003 قبل أن يرحل إلى مثواه الأخير في شتنبر 2010 تاركا أثرا فكريا خاصا ومنفردا ترجمة نانسي قنقر